ميكولا يشاهد فيلماً شارك فيه شخصياً وهو بطله في يناير عام 1992 أقسم يمين الولاء لأوكرانيا من بعد ذلك تعرض كل من أقسم أن يدافع عن وطنه لملاحقة قيادة أسطول البحر الأسود عندما أقسمنا يمين الولاء لأوكرانيا في يناير عام 1992 1992 بذلوا كل ما في وسعهم لنتراجع عن هذا القسم ولكننا أصرينا على موقفنا واخترنا طريقنا مع أوكرانيا كمواطنين أوكرانيين أقسم الولاء لأوكرانيا في الحادي والعشرين من يوليو أقدم ميكولا جيباريف قبطان الدرجة الثانية مع رفاقه على خطوة غير مسبوقة عندما رفعوا العلم الأزرق والأصفر وغادروا بحيرة دونزلاف على متن قارب حراسة ورغم الملاحقة وصلوا إلى أوديسا أعلننا مطالبنا وأننا أقدمنا على هذه الخطوة لحماية أسرنا ولكن نلفت في الوقت نفسه لانتباه إلى أن الأمور ليست هادئة تماما في أسطول البحر الأسود كما كانت تدعي قيادة هذا الأسطول في عام 2014 حسم الابن الأكبر للأدميرال ميكولايف جيباريف خياره وصل قبطان السفينة نيكولايف بأمر من القيادة إلى أوديسا عندما دخل الرجال الخضر الروس إلى القرم إلا أنه خان قسم الولاء وقرر العودة إلى مدينة سيوستوبول وكان في ذلك اليوم لقاؤهم الأخير قلت حسناً لنفترض أنك ستذهب إلى هناك أين سنلتقي لاحقاً معك؟ في البحر أم أنك ستطلق النار علي؟ لكنه لم يجب قلت له أيها الوغد ولم أتملك أعصابي ماذا تفعل أيها الوغد؟ مع اسم شهرتك هذا لن تحصل على مهنة الراقية ولن تكون شيئاً يذكر هناك يقارن ميكولا نفسه بتراس بولبة الذي كان لديه ولدان أيضاً وكان أحدهما خائنا جيباريف الإبن وتسميه الأسرة ميكولا هو بحار أيضاً يخدم في حرس السواحل وقد حدد هو أيضاً خياره وتعتبر مخرجة فيلم الخيار أن كل واحد منا يحدد خياره سيقدم الفيلم إجابة عن الأسباب التي تدفع الناس المختلفين لاتخاذ هذه الخيارات أود أن يشاهده الجميع وأن يفكروا في هذا الأمر جمع الفيلم الأوكراني الخيار جمهوراً ملأ الصالة هو بطل بكل ما في الكلمة من معنى أنا معجبة بهؤلاء الأشخاص وفخورة لأننا أوكرانيين ولدينا مثل هؤلاء الأشخاص وأنه يوجد من يكتب التاريخ وعنهم سيكتب التاريخ ترجمة نانسي قنقر